نتانياهو ما نقدرش نقوله انه مش مزنوق زنق أو إحشاوي يعني احنا دايما برضو بنقعد نرسم صورة للناس دي ونهول فيها ونقعد ننفخ فيهم واعتقد النفخة دي فيه أوقات كتير بتكون نفخة كدام هو اتزنق زنق كبيرة جدا وتفاجئ فعلا بيوم 7 أكتوبر وتهزم هزيمة كبيرة جدا هيدفع تمانها لعشرين تلاتين سنة قدام لكن هو دلوقتي فيه تغيير في الخطاب بتاعه وكانهم بيقول خطاب ديني او انها حرب دينية ليه لجأ للموضوع ده ليه لجأ اللي هو الخطاب الزيني مؤخرا وان احنا بنحارب العرب دول هما العمليق وانحنا لازم نقضي على العمليق شوفي هو نتانياهو رغم انه هو كان قبل كده يعني بيقدم نفسه بصورة العلماني وبيتري على فكرة ان حكم تلمود تلمود ده اللي هو شروحة والتفاسير الوضعية للتوراق والعهد القديم تمام فهو كان بيقول للامريكان ان التلمود لا يحكم اسرائيل وهو نفسه لما في ثلاث اربع حوارات له اخيرة دايما كان لازم ينهي بآيات من العهد القديم او الانجيل وفكرة ان هو ينهي بالعهد القديم ده ليه اسقاطه بس فكرة انه حتى كمان من الانجيل ده عشان ايه يقوي فكرة الحرب اللي هو البعض بيسميها الصليبية بس انا بسميها المسيحانية هي الصهيونية المسيحية عشان يقوي معسكر الغرب الحلفاء ليه المرة دي هو بينعم بالدعم الغير ليدي دوت لانه طبعا في اسقاط او تواصل ما بين حرب غزة وحرب اوكرانيا فبالتالي كل الغرب على غير المعتاد يعني واقف واقفة بشعة جدا مع نتنياهو خلينا نقول ان نتنياهو نفسه بيتسلح بكل الادوات دي عشان يحاول يبقى بايدن اللي هو بياخده دايما بالحضن واكنه هو ابنه يعني دارة الامريكية دلوقتي شايفة نتنياهو بيعبق عليها هو فعلا زي ما حريك بتتكلمي بتتكلم على فكرة مرحلة ما بعد نتنياهو وبني جانتس اللي هو الحليف اللدود ليه اللي هو موجود معاه في الكابينات رئيس الاركان ورئيس الوزراء السابق ووزير الدفاع هو المرشح الامريكي لخلافة نتنياهو بشكل كبير حتى طلب من نتنياهو طلب غريب جدا لان انت لازم تقدم خبرتك لان بني جانتس معروف ان هو ليس لدي الخبرة الكافية في هذا المنصب لازم تقدم خبرتك السياسية والادارية لبني جانتس وده امر مزعج جدا بالنسباله عشان كده بيعمل كل حاجة ممكن يوصل لها انا بس عايز اقول مفارقة غريبة جدا كل الناس ايمى بهوجة كبيرة والسعودية والعديد من الدول حول العالم كله معترضة على الوزير المتطرف الاسمه عميخاي الياهو لما قال ان من ضمن خياراتنا ان احنا نضرب غزة بقمبلة نووية ده الوزير اللي طلع علقان احنا فيه احتمال من الاحتمالات ان احنا نضرب غزة بالنووية صحيح طيب ما هو احنا بقالنا خلال الشهر ده ضربوا كلهم ربع قمبلة نووية لا اسرائيل ضربة ثلاث اضعاف الضرب اللي كانت تعرضت لينا جزاكي وهيروشيما مضروبة بها غزة يعني ثلاث اضعاف القمبلة النووية فانا مستغرب الناس مستغربة ليه اه ما اتضربتش مرة واحدة مثلا يعني اتضربت على خلال الشهر خلال الشهر جبالي نفسها خدت خدت ست طن مخيم حجته انهما كانوا بيضرب عايزين يستهدفوا قيادي واحد اغتالوا او استشهد في القصة دي خمسمائة واحد والحي كامل راح مخيم جباليا بحاله راح ربعين بيت بستة طن ده مشهد من المتمن المشاهد في بداية الحرب زي ما حالك بتقولي كان فيه فعلا ربع القنابل اللي نزلت على الجزاكي وهيروشيما نزلت خلال ثلاث اربع تيام فانا مش عارف الناس لانما مش متابعة لانما من كتر الدم مش اغد بالها لانما بقى اعتيادي وده استاذ اميرة الخطر نحن نعتاد على مشاهد الدم ومشاهد الاشلاء للاطفال والنساء والشيوخ وخلاف وهم عايزين نوصل لده بوسي هو من قوة المقاومة ومقوة الشخص الفلسطيني اذا كان طفل او غيره انت حتى لو تتابعي الفيديوهات بتاعة الاطفال وهما بيتكلموا بأهازه الجسارة اقوى من رجال كتير في اماكن كثيرة جدا راح يعني بيتعلم منهم او الله فعلا تعلم منهم الولد يكون طالع من تحت الانقاط وبيدور على اخوه فيه صورة اليد بقبضة قبضة كده هو خلاص يتوفاه الله بس برضو بالقبضة برضو بالعزيمة مفيش هزيمة فاحنا محتاجين زي ما حدريك بتقولين احنا نتعلم منهم وايه ونسترشد فيه الايام الجاية ايه المربع اللي جاي لان ده في غاية الاهمال لانه الضغوط علينا كتير جدا ايه الضغوط بقى اللي بتمرس علينا دلوقتي او احنا بنكلم عن مصر لانه خلي بالك اه لانه ده ما بيتمش الاعلان عنه بشكل كبير هل احنا بنتعرض لضغوط سواء كان اقتصادية او سياسية بشكل كبير شوفي هما بيضغطوا الاول وبعدين بيسربوا الضغوط اوكي يعني هما دلوقتي كان فيه وفد امني اسرائيلي جي القاهرة وكان ليه العديد من المطالب ورفضتها القاهرة برمتها وعشان احنا ما نبقاش احنا اللي بنتعنت او احنا اللي بنوقف في الدنيا يعني كان حصل الاتفاق على حلول الوسط اللي تم خلالها اخراج عدد من الرعاية الاجانب مقابل دخول عدد كبير من الجرحة تمام وكمان تكلمنا على فكرة المستشفى الميداني في حدود وكلام من هذا القبيل لما اتضربت بعدها بيومين ثلاثة السيارات الاسعاف اللي جاية بتسلمنا الجرحة احنا وقفنا ايه الرعاية الاجانب لان ده هيخلي الدول الغربية اللي اصحاب الجنسيات دي تضغط على اسرائيل بشكلة او باخ لما اسرائيل لقيت اللي احنا ما فيش فايدة فينا في فكرة الترانسفير حتى لو جزئي حتى لو مؤقت راحت للامريكان عشان يضغطوا وراحت للأوروبيين عشان يضغطوا ويقولك طب هنسقط عنكم الديون اللي البنك الدولي طب هنشوف كل الديون اللي عندكم لاته اكتر من 165 مليار فكرة اللعب بالشكل دوت على الازمة الاقتصادية المصرية ده مرفوض بشكل كبير الملف ده محدش هيقرب منه وإحنا كشعب متحملينه ولو يعني لأي حل مش هيكون هو فكرة ان احنا نقبل بالحلول اللي هم عايزينها دي وأكتر حاجة في الموقف ده إيجابية ان الفلسطينيين نفسهم رفضين ان هم اكرروا تعلموا من التاريخ ايو فعلا غلطة النجبة الأولى وقالوا لا انا مش هنسيب مكاننا